موسيقى 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 المترجم للقناة 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 يفكروا وإلا كانت السيدة الإسم ديالها ليلى بن عبد جليل اللي هي بنت الوزير السابق الله يرحمه ويوسع عليه فخصت تكون قدوة خصت تكون قدوة المغاربة وقدوة المجتمع المغريبي وانتي بنت وزير خصنا نسينوا منك ومن اللي شراتها بون احنا شرات الدار شفنا جتنا غريبة القضية كالأب ديالي مسكيننا جتوا غريبة في الأول ولكن من بعد قال ماشي مشكل هادي هادي تكون بنت وزيرها تكون مرة متقفة هادي تكون فيها تحراميات ما يكونش فيها زمان شي خلال هادي تكون زمانة كوركت يساشة زمانة دفع كيا بكوة شوز محلات البيع عندها أراضي في حير رياض اللي يزيدها خير على خير وفهمتي دونك حنا قولنا رأوني عفك ام بخخياتيغ واحد لاكلاس زمانة زمانة واحد لاكاليتي اللي ما لقوش معها مشكي دي المحكمة ألو كوزدقنا هذا ولا عشر سنين دي المحاكم سي مالوغو والطريقة اللي جاو تحموا المنزيل أولا لا هادي ردبا النشهود وكاين دي فيديو وكاين لكاميرا الصحافة جاتر او ما مشاو ما قوش جاو فرعوا الباب جوج ديال الناس من لجنة تنفيذ ديال المحكمة بدون ادن من السلطة ولا حضورها بدون القيدة بدون المقدمة الحومة وبدون العريفة أرى الدار فيها الوالدة فيها مرأة رخص دخل المرأة هي اللي أولا بشكت كل مرأة في الدار ودخلو جوجد الرجال وانا وامي وامي لابسا حويج المنزيل ودخلين كيصورو ومعندو مش تل الاكوخ ديال الوكيل الماليك ايو واشنو هاد النسا دو واشنو هاد الخلال كاين خلال في البيع خلال في الدعوة اللي كانت تقدير داك شي ديال عشر سنين ومن بعد ربحات في الاخر وخلال ديال طريقة ديال الافراخ ماشي قانونية سيباليو بخوت ماشي البروتوكول ديال الاداري ولا القانوني اللي كانعرفوه والقانون كيعرفوه المغربة كاملين كيعرفوه معلوم هاد لازيت طب محترموه مش وفرعوه ثلاثات البيبان فرعوه الباب اللولة الاصلية والباب ديال عميم حمود والباب ديال دارنا حسن لا رحمو ايو واش نقول لكم وهدي كونعي كانت الدار محفظها والارد كل شي ديال هادي رأى ما محفظة سدار هاد ديال المغرب هاد دار ديال الدولة رأى غير الحيوطة اللي شراتية هاوي دونك سي مالهغوه احنا الناس اللي عندهم قيمة في البلاد كانت سنو منهم دا زاكت زوا مني نماشي شي حاجة بحالك فلو لا لا هو شوف التحول يلا طرأ دابة ما احنا يكنا عايشين في استقرار حبدو الله ما كان عندنا مشكل علش حيث كانت كان المشكل في البيت وكان في القاضاء وكنا متبعين وحنا يا كان معناش معناش شئيش نماشي شي حاجة اللي غنخفو منا بحيث انه كنا نحطو الكرة ديالنا في المحكامة حاجة واحدة سيدة هذيك اللي شرت البيت من وراء دارنا كانت بغت تخرجنا منه وحنا كنا عاطين القضية المحامي ديالنا وكماشي ما كناش حنا عايشين في قلق القلق عاجة دابة ملي جاد الافراغ زمما ما عاشنا حياة طبيعية فالبيت حتش كليك يعيش في قلق اللي تي كون دير شي حاجة ما اللي ما دير والو ما عنده علاش يعيش في قلق حت هذاك بعد واحد المدة ديالسين كنا ربحنا القضية وليني هات سيدة دي أو تاني عودت الحكم من جديد عودت دارت قضية من جديد بتدائي استيناف وحكوك مول لصالحها مهم احنا تفاجئنا بالصحة ما يمكنش واحد القضية كتتحكم لصالحك واحد المرة ومبعد كتترجع ضدك واخوك ديك بقينا تابعين القانون حيث احنا يا ما مشي ناس ديال هات دابة لحد ديالان شحال الناس يقول لك لاش ما قلتي وانش وليني احنا يا عاطين قضيتنا المحامي وحنا كنتيقوا في القضاء ديالنا لاش ودي نقولون الناس ولا هدا يول المهم في الاخير تحكم علينا بالافراغ وراك شتو ذاك شي اللي وقع واخا هكذاك هذاك شي اللي وقع انا كنشوف هاد احنا عمنا ما كنا بغينا نوصل هادش لصحفة حتى حتى زي ما ما بقاش شي حل اخر ولكن منيوصل هادش لصحفة هنا واخا احنا رايشين في مشكل ولكن حسينا بواحد لحاجة اخرى انه الحب ديالناس لهذا العائلة هدي حسينا به بزاف وهذا زي ما شيء جميل ما نكذبوش على الله هاد المشكل بيين ان ان الناس كيبغوا بززاف الاخوان ميقريلا كبار لصغار لمسؤولين الحمد لله الحمد لله وحنا من هادشي كان وخاوك داك عنا اعمال وان شاء الله ما يكون غير الخير وهاد القديرة قلنا هزا ما وعودنا وكان ضمن خرجات زم ما 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 كيش لزوم الواحد يعود هادشي سافير قلنا ان جاوا الناس اللي غدين في دوم معاهم في السلطة وقتحموا البيت المهم ما تشيرت قال الناس كلهم عارفينه الناس كما لش نعوده بزاف بزاف كان واحد تضامن كبير من عند لا الشعب المغربي ولا مسؤولين ولا رسائل دارت نقابته هي دارت بلاغ الحمد لله الحمد لله كانت ردود فيها الجميلة جدا وفي حقه عمرنا ما نسوا هادشي هاده والله شكرا